مرحبا يا جديد اليوم سنقوم بزيارة جميلة من جميلة جميلة سنقوم بحديث نفس الوصول عن أجل الوصول أولا قرارة الرقم بي القانون بي 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 نسبة تقريبية بين العبارة عبارة عن نسبة بين والديامتر بتاع السركل ويكون النسبة تقريبا 22.7 أو 3.14 والر عبارة عن الراديوس ويباور 2 يعني R times R العلماء توصلوا ازاي القانون ده من حساب الarea of the circle هنشوف مع بعض فيديو بيشرح طريقة إثبات القانون ده تقريبا لكن ماذا ينظر في المجدد من المجدد من المجدد. مطارن مجدد ونحن أقوم بشكل الأسرق ولكن استود مجدد ع كنت أقوم برمثا في الوصول كل تنظر إلى مجدد حسين ويف نحن 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 نجد عوجهم بالمجدد As you can see it barely resembles a rectangle. So, now we will divide the circle into small equal pieces and we will arrange them in the same manner. You can see that it appears more like a rectangle. So, if we divide the circle into even more smaller pieces, you can see that every time المصرحة مصرحة جداً كما سمع نفضي المصرحة قبل أن نحن نفضي المصرحة سمع نفضي المصرحة or the smallest pieces you can make. But the answer is to divide the circle infinitely many times until we cannot distinguish the lines, and eventually the circle can now become a perfect rectangle. So, the area of the circle is equal to the area of the rectangle, which is equal to base times height. The height of the rectangle, as you can see, is the same as the radius. So, height is equal to radius. To find the base, we need to look at the circumference of the circle. And when we compare the base and the circumference, we can see that the base is equal to one-half the circumference. Remember that the circumference is equal to 2 pi r. When we combine it with one-half, the twos cancel out, and base is equal to pi r. So, now, base times height becomes pi r times r. Combine the r's together, and we have pi r squared, which is equal to the area of the rectangle, which is equal to the area of the circle. So, pi r squared can be used to calculate the area of any size circle that exists. So, now, let's see how the circumference is equal to the area of the circle. First of all, find the area of a circle whose radius is 14 cm. And then pi equal to 22 over 7. أول حاجة نكتب الرول بتاع area. Area equal pi times r power 2. نبدأ نعوض عن pi 22 over 7 times. ونعوض عن radius 14 power 2 equal 616 cm square. يبقى أول حاجة لما يكون منجيل الرجيس هنكتب القانون ونعوض بالمعطيات اللي عندي ونطلع الarea عندي. تاني فكرة عندي بيقول لي find the area of a circle whose diameter is 20 decimetre ومنجيلة pi 3.14. الرول بتاعتي أنا محتاج الرجيس علشان أحسب الarea of a circle. أنا مش مديلي الرجيس لما مديلي الديامتر. يبقى أول خطوة عندي قوله الرجيس equal diameter divided 2. يعني 20 divided 2 equal 10 decimetre. يبقى لما يديلي الديامتر هنعمل divided 2 علشان يديلي الرجيس. اللي نعوض به في القانون ونطلع الarea اللي هو طالبة ونطلع الarea اللي هو طالبة المال 3.14 times 10 power 2 equal 314 decimetre squared علشان أنا بها حتب الarea. سؤال الثلاثة الثلاثة يولي أسرقل إث ديامتر إس 14 سنتيمتر كالكوليت إث سيرفاس آرية وإث سيركونفرنس ويقوم بي إقوال 22 أوفر 7 إث ديامتر 14 يبنكتب الراديس إقوال ديامتر ديفيد 2 14 ديفيد 2 إقوال 7 سنتيمتر بعد كالأريا باي تايمز آر بور 2 22 أوفر 7 تايمز 7 بور 2 إقوال 154 سنتيمتر سكوير ونعيد السيركونفرنس ولو فاكرين السيركونفرنس إقوال 2 تايمز باي تايمز آر يعني 2 تايمز 22 22 أوفر 7 تايمز 7 سيكون الناتج 44 سنتيمتر كوستان نوبر 4 السيركونفرنس إث سيركونفرنس إث 88 سنتيمتر كالكوليت إث سيرفاس آرية هنا مديلي السيركونفرنس بتاع السيركل وعايز أحسن منها الارية زي ما احنا متفقين ان الارية علشان نحسبها محتاج الراديس هنا السيركونفرنس هنجيب منه الديامتر وزي ما خدنا في جريد 5 الديامتر مقام linear بقى 250 مسيوم محتاج 28 مسيوم محتاج 24 مسيوم متفقين الديامتر الاول علشان القانون الريدياس هيبقى صعب شوية فنجيب الديامتر الاول القانون بتاعها بسيط ونجيب الريدياس في خطوة تانية بحيث ان خطوات كلها تبقى بسيطة محفظ قوانين كبيرة لو عايز انا جيب الريدياس على طول هيكون هالف تايم سير كونفرانس بعد ما جيبت الريدياس هنجيب الريدياس اقوى باور سكوير يبقى 22 over 7 times 14 power 2 equal 616 سنتيمتر سكوير قوصر نمبر 5 مديلي فيجر في جزء من الزلدر وعايزين نحسب الاريا of shaded part الاحز ان الفيجر ده عبارة عن سكوير وجواه سيركل هنقسم الاريا of square والاريا of circle ونعملهم minus هيدينا الاريا of shaded part هنا بيقول لي square whose side length 14 سنتيمتر يبقى الاريا of square equal side length times side length equal 14 times 14 196 سنتيمتر سكوير بعد ما جيب الاريا of circle by r square في المسألة دي ما قال ليش الار بكام بس الاحظ ان الدايرة جوه ال square فال diameter length add side length يعني طول الخط ده اللي هو side length بتاع ال square add to the diameter فال side length يكونه 14 سنتيمتر فطول الريدياس هيبقى 7 سنتيمتر يعني by 22 over 7 times 7 power 2 اللي هو 154 سنتيمتر سكوير نسب الاريا of shaded part equal 196 minus 154 42 سنتيمتر سكوير يبقى لما يكون عندي شكلين جوه بعض نحسب الاريا بتاع الشكل من بره والاريا من الشكل من جوه ونعملهم minus ومهم ان احنا يبقى فاكرين من الرولز بتاع البرميتر and area of the shapes اللي احنا خدناه في grade 5 مثال تاني بس نلاحظ هنا ان ال square هو اللي جوه السيركل يبقى نحسب الاريا of circle والاريا of square ونعملهم minus الاريا of circle هو من دينينا radius 3.5 فهتكون عندي 22 over 7 times 3.5 power 2 هيكون الناتج 38.5 سنتيمتر سكوير فعلي كان احسب الاريا of square الاريا of square لو السكوير جوه والسيركل يبقى الدياجونال احنا اد طول الديامتر بتاع السيركل هنا الاريا is 3.5 يبقى الديامتر كله 7 سنتيمتر اللي هو اساسا الدياجونال بتاع السكوير الاريا of square هو half d by d نص الدياجونال في الدياجونال يعني هاو times 7 times 7 equal 24.5 سنتيمتر سكوير بعد كنعمل احما الاثنين minus هيتطلع لي طول الجزء المتظل 14 سنتيمتر سكوير ممكن يجبني نفس المسألة دي بطريقة تانية اذا ما احنا ملاحظين في الشكل ده هو نفس الشكل ده سكوير جوه بس ما زال للي جزء من الاربع اجزاء دي وتاني ملاحظة الباي هنا مدهالي 22 over 7 هنا مش مدهالي اولا الدياجونال بتاعي اللي هو نفس طول الديامتر equal 4 سنتيمتر يعني الاريا يعني الاريا بتاع السكوير half by 4 by 4 equal 8 سنتيمتر سكوير والاريا بتاع السيركل by times 2 power 2 اللي هي four by وانا ما عوضتش بالباي علشان مش مديلي كوميتها بالاضافة ان السؤال ده موجود في الاختياري والاختيارات اسلاقي موجود الباي مكتوب عايز اجيب الاريا بتاع الجزء اللي هنا ده فنحسب four by minus eight ده الجزء اللاربع اجزاء دول انا عايز جزء واحد من اللاربع نعمل divided four يعني الجزء المتظلل المتظلل لاندي باي مينوس two والوحدة عندي سنتيمتر سكوير مثال اخير على النوعية دي مديلي هنا rectangle الاريا تحت length times width seven times twelve ومديلي circle الفكرة كلها ازاي يحدد طول ال radius بتاع circle هنا طول الديامتر كله نفس طول ال width بتاع الريكتانجل يبقى الديامتر طوله 7 سنتيمتر هيكون ال radius عندي 3.5 نحسب الاريا تاع circle والاريا تاع rectangle ونعمله مينوس هيدينا area of shaded part هنبدأ ناخد concept جديد موجود عندي في circle زي circular sector وطبعا زي ما احنا عارفين قوة الماس اننا نفهم concepts الجديدة وابقى مدرك ايه الكنسيبت ده واعرف استخدمه في اي موقف او اي مسألة بيلي وانا فاهم الكلام اللي ندهولي وهو a ultimate circular sector ده عبارة عن part of a surface circle جزء من circle bounded by an arc and to radial عبارة عن جزء من circle اللي هو المتظلل ده محصور بين two radii النصفين وكترين دولت و an arc الارك ان هو جزء من circumference of the circle يبقى الجزء المتظلل ده عبارة عن قطاع دائري جزء من مساحة الدايرة هنا بيقولي a circle of radius four centimeter is divided into five equal circular sectors دائرة ما استمعنها لخمس قطاعات متساوية عايز احسن مساحة القطاع الواحد اول خطو هنجيب area of the circle center by times r power 2 ال by عند 3.14 times 4 power 2 equal 50.24 centimeter square انا عايز احسب circular sector الواحد الاريا بتحته قد ايه هو قال لي ان circle متأثمر five equal circular sectors يبقى area of one circular sector equal 50.24 divided five equal ten point 48 thousand square square question number seven بيقول لي find the area of the full wind where pi equal 22 over seven هنا مديلي circular sector زي ما احنا ملاحظين ان ده عبارة عن quarter of the circle ربع دا يبقى نحسب area of the circle بعدها نعمل divided four area of sector four by times or square divided four علشان عبارة عن ربع دا equal 22 over seven times seven power two divided four equal 38.5 سنتيمتر square او تجيب area of the circle كلها مرة واحدة 154 بعدها نعملها divided four شكل تاني الشكل ده على بعطيك كده ما هقدرش احسب area بتاعته اما اقدر احسب circular sector اللي فوق والتريانجل اللي تحت بعدها نعملهم plus area of semi circle نصف دايرة equal by or square divided two 22 over seven times two power طبعا الشان الفور دي عبارة عن الديامتر كله divided two equal 44 over seven centimeter area of triangle equal half base times height equal half الباز عندي four و height five هيكون النتج عندي 10 centimeter square بعدك area of the figure or area of the shape equal six point twenty-eight اللي هو الارى بتاع السيمي circuit بس decimal plus 10 equal 16 point twenty-eight centimeter square وكده خلصنا area of the circle وإلى اللقاء في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموجود المتحدث 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 تحاس pilot